أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن العمل الحكومي خلال سنة 2018 تميز بدينامية كبيرة مبرزاً أن أوراشاً عديدة فتحت وإنجازات كثيرة تحققت رغم ظهور عدد من التحديات والإشكالات وأوضح العثماني في كلمته بمجلس الحكومة المصغر أنه تم إطلاق عدة أوراش مهمة منها أوراش برعاية مباشرة من طرف الملك محمد السادس بالإضافة إلى إطلاق الحكومة لإصلاحات الكبرى وإعداد القوانين المرتبطة بها من أبرزها ميثاق لا تمركز الإداري الذي سينشر قريباً في الجريدة الرسمية ومشروع قانون الإطار للتربية والتكوين والذي عرض في مجلس الحكومة وصدق عليه في مجلس وزاري وسيناقش بدءاً من الخميس في البرلمان كما أشار إلى مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المعروض حالياً على البرلمان معتبراً إياها أوراشاً لا تبعد استراتيجي نجحت الحكومة في العام 2018 في إعدادها وإصالها إلى البرلمان وعلى المستوى الاجتماعي ذكر رئيس الحكومة بالمبادرات المهمة ذات التأثير المباشر على مستوى عيش ملايين من المواطنين مثل توسيع البرامج الاجتماعية عن طريق إصدار قوانين بواسطة برامج اجتماعية قائلاً نحن واعون أن الحاجة الاجتماعية متواصلة وعدد من المواطنين بحاجة إلى العناية والرعاية وإلى توسيع البرامج سنة بعد أخرى والأهم يضيف رئيس الحكومة أننا أعطينا دفعة جديدة لمنظومة الحماية الاجتماعية ونحن الآن بصدد المراشعة الكاملة لها كما نعد مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من توجيه البرامج الاجتماعية مباشرة إلى المستفيدين سواء كانوا من الفئات الفقيرة أو الفئات الهشة أو الأرامل اللواتي لديهن برنامج دعم خاص أو المطلقات والمعوزات كفيلات بأبنائهن وغيرهن